تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا عن جهود مبادرة سند الخير على مدار مائة اسبوع ذكر التقرير عن إجمالي مبيعات المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 426 مليون جنيه جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير أفضل السلع بأسعار تنفسية للحد من أثار التضخم على المواطنين والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها وذلك بأسعار مخفضة